على الرغم من امتلاك الحيوانات وسائل دفاعية عديدة للدفاع عن نفسها وعن اي خطر بيهددها الا انها على الجانب الاخر مع اصدقائها البشر هنلاقيها بتتصرف بحب وتلقائية عجيبة خاصة لو حست ان في خطر بيهدد حياة مالكيها زي الكلاب وفي فيديو النهاردة هنعرف فيه ازاي الحيوانات بدأت عامل مع البشر بحب ووفاء عجيب بس قبل ما نبدأ ما ننساش اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس علشان يوصلكوا كل جديد من فيديوهاتنا حتى الابقار كحيوانات عندها وفاء لاصدقائها البشر فمثلا الراجل ده قرر انه يعمل مقلب في البقر اللي بيمتلكها والمقلب ان احد الاصدقاء بيمثل انه بيضربه لكن رد فعلها بيكون مفاجئ وبنلاقيها بتجري بسرعة وبتهجم على الشخص اللي كان بيضربه حتى اصدقائه لما كرروا نفس الموقف علشان يتأكدوا لقوها بترفض ده وبتمنع اي حد انه يقرب لي اما هنا في الموقف ده راعي البقر بيضع رقم على احد الابقار الصغيرة وده لمعرفة عدد الابقار وتمييزها عن بعض لكن هنا رد فعل البقر الام انها بترفض انه يقرب من الصغير وعلشان الراعي يضع الرقم بيستعين بحصان بيمتلكه وبيكون مدرب بمهارة فائقة على مساعدته وحمايته والحصان هنا بيمنع الام من الوصول للصغير وبيكون عارف هو بيعمل ايه وبيقف كحائط صد بين الراعي والام انك تتفاجئ بوجود افع في حديقة المنزل ده مش مرعب لكن مع وجود كلب قوي وجريء زي ده من الصعب ان صاحب المنزل انه يخاف لانه عارف وواصق بامكانيات الكلب اللي عنده اما هنا احد السيدات تفاجئ بسماع صوت في المنزل وبتعرف بعدها ان في لص موجود ولما اللص بيعرف ان السيدة حسد بوجوده بيرتبك وبيقرر انه يقتلها وبيدخل بعدها الغرفة وراها علشان يخلص منها لكن المفاجأة ان الكلب اللي بتمتلكه السيدة بيظهر وبيجري وراه وبينقد عليه وبيوقعه في الارض وبيعضوا بالرغم من محاولات اللص في الهروب في طريقة مبتكرة لتدريب الكلاب على انقاذ البشر هي انهم بيخلوا الكلاب تسحب قارب متواجد فيه مجموعة من الناس وبيكون معاهم كلب اخر علشان يشوفوا يتعلم ازاي ينقذ البشر وبعدها بينزل الكلب وبيخلوا يسحب القارب علشان يتعلم ازاي يوصل البشر لبر الامان فالكلاب حيوانات معروفة بوافقها لاصدقائها فهنا الكلب ده بيحاول يسحب القارب على قد ما يقدر لكن من الواضح انه مش بيعرف يعوم بمهارة لكن بيكتفي انه يظهر اهتمام وخوف على صديقه اما هنا الطفل ده كان قاعد مع المربية المسؤولة عنه وبنلاحظ ان فيه حاجة بتقع منه وبتتكسر فبيخاف الطفل وبيبدأ في البكاء بعدها وفجأة بنلاقي القطة اللي في المنزل اول ما بتسمع بكاء الطفل بتهجم على المربية بشراسة وبتحاول تعضها علشان تبعد المربية عن الطفل اما هنا البنت دي كانت ماشية الصبح عادي مع الكلب صديقها وفجأة بتقع على الارض وبيجي لها نوبة صرع وتشنج بسبب الوقوع لكن الكلب اللي معها زكي ومدرب على التصرف في المواقف الصعبة وبيبدأ يوقف احد السيارات اللي بتمر على الطريق علشان يلفت نظر الناس لمساعدة صديقته وانقاذها بسرعة وبنلاقي حب وتضحية عجيبة من الكلب صديقها اما هنا امام احد المنازل بنلاقي اتنين من الدببة بتهجم على الحديقة الخاصة بالمنزل واصحاب المنزل بيخافوا بسرعة وبيدخلوا وبيقفلوا الباب وراهم لكن الكلب اللي عندهم بالرغم من صغر حجمه الا انه شجاع وجريء فبيهجم على الدببة علشان يدافع عن اصدقاؤه وفعلا الدببة بتجري بسرعة من المكان ولو الفيديو نال اعجابكم ما ننساش اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس علشان يوصلكوا كل جديد من فيديوهاتنا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة